اهلا وسهلا فيكم من جديد يعني هاي المفارقة بفلسطين اخبار واحداث بنحكي عنها ممكن يعني بتعتصر قلوبنا قلم ولكن ايضا يعني فيه شيء بعطينا وقود للامام بعطينا امل قبل فترة من خلال استوديو الله يصبحكم بالخير تحدثنا عن فوز ثلاث معلمين من فلسطين ضمن افضل خمسين معلم في العالم اليوم بسعدنا وبكل فخر انه نقول انه المعلمة الفلسطينية حنان الحروب هي من بين افضل عشر معلمين على مستوى العالم تقدم لهذه المسابقة اكثر من ثمن الاف معلم من 148 دولة حول العالم واليوم حنان الحروب هي من عشر من واحدة من عشر افضل معلمين في العالم وهي المرحلة النهائية في هاي المسابقة هذا الانجاز يسجل للمعلمة وللمدرسة وايضا لفلسطين ولفلسطينيين اينما وجدوا ساعدين وفخورين ومرحب فيها معنا من داخل الاستوديو اهلا وسهلا فيك والف مبروك اهلا فيك بارك فيكم يعني تصد تتركي اثر بس لما نشوفك يعني انا من اول ما دخلت على الاستوديو انا بس مستطت وشعرت فعلا بهذا الفخر فالف مبروك حنان الله يبارك فيك مبروك لألكم كيف الشعور؟ فرحة شديدة مش كادر اوصفها مش كادر حقيقة مش كادر اوصفها مبرح من خلال تكريم يعني كان من قبل ايضا وزارة التربية والتعليم وواجهات مختلفة تم الاعلان عن هذا الشيء نعم نعم هل كان فيه توقع يعني في هذا الاطار؟ شوفي مثلا انا كان قلبي مرتاح يعني انو حاسة انو انا ماشي بالشكل الصحيح منهجيتي اللي تقدمت فيها لها اثر انا مؤمنة فيها اللي قدمته يلاقي الاهتمام من قبل المؤسسة والاعجاب الشديد يبدو الاعجاب بكل ما ارسله لهم وبالمنهجية كمنهجية فكنت مرتاح بس المنافسة منافسة ما بتقدر تتكاهن ايش اللي بصير احنا خمسين معلم من افضل خمسين معلم بالعالم كل واحد له منهجية رائعة منافسين اقوى منافسين في العالم فانت ما بتقدر تتكاهن شو اللي بصير بس على امل انو فلسطين تكون بالصدارة ان شاء الله عشان وضح سريعا لكل مرشاهدين انضمونا اكثر ويعرفوا تفاصيل اكثر عن هاي المسابقة اللي هي زي ما قلنا ترشح اكثر من ثمان الاف معلم من كل العالم كانت المرحلة الاولى انو بقدموا باستمارة بيانات خاصة فيهم ومن ثم بيرسل الى فلسطين مجموعة متخصصة اللي بترافق كل معلم لمدة يوم كامل عشان تشحنا اكثر دعنا نسمع بلاش انا احنا الجائزة كشائزة افضل معلم في العالم جائزة المليون دولار لأفضل معلم في العالم المرحلة الاولى بتقدم الطلب الفكرة فكرة شخص اسم سيد ساني فاركي صاحب مؤسسة فاركي فانديشن فكرة هدفها الاهتمام بالمعلم وتحسين نوعية التعليم هدفهم القائده على معلمين في العالم لهم انجازات او قصص نجاح اثرت في حياة الكثيرين فالمرحلة الاولى بعدتوا الاستمارة نعم تتقدم طلبك اللي هو انت بتحكي عن قصتك كيف كان لها اثر على طلبك المحيط كمعلمين زملاء الوسط البلد بتقدم طلبك تتقدم بطلبك فترة تقدم بالطلب بالطلب بدخل يعني بيخد على لجنة من التدقيق يعني بيقرأوا الطلب بيشوفوه ايشو المنهجية هل هي ملهمة ام لا المرحلة الثانية فالمرحلة اللي قدرنا نصل ثلاثة فلسطينيين من افضل خمسين معلم لم يسبقنا اليها الا الولايات المتحدة الامريكية والهند الولايات المتحدة حصلت على ثمانية من الخمسين ثمانية معلمين وصلوا من افضل خمسين معلم وفلسطين ثلاثة الهند اربعة فلسطين ثلاثة وبريطانيا ثلاثة هذا انجاز يعني انا بقول المشاهدين انجاز لكل فلسطيني وين مكان وصلنا للافضل عشرة وصل معلم فلسطيني على مستوى الشرق الاوسط فانا بقولها انجاز المعلم الفلسطيني هناك جزئية بدي نسمعها منك اكثر هو بس كان في وفد قادم اللي كانوا رافقوك وصوروا يوم دراسي كامل احكي لنا كيف هي كانت جزئية ارسلوا شركة انتاج اجنبية صورت لمدة اربعة ايام متواصلة من بيتي لاخر ما ينتهي يومك نعم طلب بالصفة بالصبح بالمدرسة بالساحة بكل مجريات الاحداث النهار بكل التفاصيل وبناء على هذا المقطع بتم اختياره هو طلب طلب نفسه طلب نفسه طيب يعني حنان برأيك شو الاشي اللي ميز قصتك وطلبك وين كان ذروة هذا اللفة النظر بالنسبة لاختيارك من بين افضل خمسين خلينا نقول بعد ما كنت من افضل ثمان الاف انا بحكي حنان بتحكي عن غرس قيم واخلاق بتحكي عن الحد من العنف لدى طلبة المدارس ليس نبدأ وتأثرهم عن العنف المحيط وهذا العنف يشكل عائق للمدرسّي الصف الدراسي الطرحت اللعب كمنهجية نلعب ونتعلم منهجتنا العمر والتعلم للحد من العنف والتغيير من السلوكيات الإيجابية الغرس ثقة وبناء إعلاقة احترام وثقة متبادلة بين المعلم والطالب هذا اللي اشتغلت عليه حنان لتغيير الغرس قيم أخلاقيات وتغيير السلوكيات طيب حنان تحكينا هذا اليوم اللي رفقوك فيه كيف كان بردة فعل عائلتك أنت عندك عائلة ومشالله حنان أنا بقول لحنان أنت مبينة صغيرة بالعمر بس بلادك مشالله بالجان فحكي لنا أكثر يعني إحنا كمان قربينا منك أكثر نعرف عن عائلتك وكيف هم كمان استوعبوا فكرة وكونوا في تصوير اليوم كامل وأنهم كمان جزء كانوا من هاي العملية طبعا أسرتي السبب في أن أنا اليوم موجودة هون بينكم الإنجاز بأسرتي زوجي وأولادي تحمل الكثير يعني على مدار السنوات السبعة لأنا اشتغلتها طبعا قدموا لي الدعم بكل نواحي طبعا التوتر اللي كان بصاحب هاي المرحلة التصوير كان سيد الموقف اللي كان يعني يخفف من التوتر إنه إحنا كأسرة بدنا ندعم إمنا لا توصل لأنه إذا وصلت إمنا يعني إمنا رح تساهم في كتابة اسم وطننا على الخريطة العالمية فكان هذا محطينا دافع في الأسرة كلنا إنه شو ما كلفنا الموضوع بدنا نتحمله للوصل والعائلة الثانية اللي هي الصف خلينا نقول أنه حنان هي مدرسة صفه هي لصف الثاني في مدرسة بنات سميحة خليل في روم الله احكي لنا عن هذا الصف اللي هو أنت بتعمليه بدرسيهم كل المواد فأنت بتتواصلي معهم طول الوقت نعم أنا معلم صف بدرس جميع المباحث معدى اللغة الإنجليزية وصفي هو البيئة الصفية اللي أنا أول شي اشتغلت لتنفيذ منهجيتي لأن أنا لا أنفذ هذه المنهجية نلعب ونتعلم بحاجة لبيئة صفية مناسبة جاذبة آمنة فيها سلام صفي أنا حكيت السلام الصفي السلام اللي إحنا بحاجة لإلو بيئة بكل مكان بحياتنا كلها بحاجة لسلام بيئة الصفية اللي خلقتها بيئة أسرية يعني آمنة في تشبه البيت وبحكي طلابي بإنه إحنا عائلة أسرة مكملة لأسرتك في البيت إحنا التسعة وشرين طالب والمعاليم موداما بيقولوا لي ومعاكي إحنا بن نكون ثلاثين متواصلين مع بعض مع أولياء الأمور يعني دعم من أولياء الأمور إنه إحنا طريقتك تعجبنا كثير استطعت إحداث تغييرات سلوكية مش بس بالصف العكسة تعطالب في البيت في أسرته إنتي يعني الأد قريبة من طالباتك أو متعلقة فيهم بحس أنهم كمان عمري صغير يعني جداً من شدة التعلق أنا بصير أقرأ عينيهم مش بتحكيه إمت زعلان؟ إمت فرحان؟ هو فرحان ولا زعلان؟ ليش زعلان؟ ليش فرحان؟ مقربة منهم لدرجة إنه بيثقوا فيي وبحكولي بعض اللي يعني بشكيلي من أشياء مؤثرة فيما جوا بشكيدي حكيها لحدا معنى طفل صغير يبن صف ثاني طالب صف ثاني يعني طفل صغير فيه ثقة وعلاقة غير طبيعية بيني وبينهم مبارح لما أكوني بالمدرسة بساحة المدرسة وكان الإعلان يعني هكي مش به أحضان يعني مش عادية الفرع والسعدة هم مقد انتصرنا فعهم مست انتصرنا هم أكيد كمان حسي هم مش شركاء عملياً هم كمان أكيد أنهم هذا الشعور أن هم جزء من هاي هم يعني عانوا من شغلة أنه كثرة التصوير كانت مربكة لصنصت هم أطفال يعني كثرة التصوير سواء من الموصلنا للخمسين من الصحافة والإعنام أو التصوير لأنه في الفترة الأخيرة طلب مننا ننصور مواقف صفية المواقف الصفية لا تتعدى دقيقة دقيقة ونصف منهجيتك كيف بالصف ضمن مواقف صفية هاي المواقف تتعامل مع مستوى العالم لتكون ملهمة للمعلمين الآخرين في جميع نحاء العالم هو طفل وتعرض لضغط كل الاحترام لهم بحبهم كثير كثير واحترامي لأولياء أمورهم اللي يتحملوا معنا ودعمونا للنهاية طيب نسألك ماذا بعد يعني تم الإعلان أنك أنت من العشرة وكمما نحب تحكي لنا عن هدول العشرة لأنه أنت الوحيدة من فلسطين والوحيدة من الوطن العربي في هاي القائمة الأخيرة إيش هلأ مطلوب منكم طبعا نحن دخلنا المنافسة العشرة على الأول على المعلم الأول في العالم الغاية مش الجائزة المادية حقيقة مجرد أنك تطلع تكون من أفضل عشر معلمين في العالم بحد ذاتها مش رح نزعل أبدا من موضوع الجائزة المادية هي تعزيز يعني تعزيز يعني نوع من التعزيز وكنت أقول أنه وصولنا للخمسين كان جائزة أنه فلسطيني ثلاثة فلسطينيين أنا الحروب وجودة سيصان وفيدة زعتر استطاعوا الوصول في منافسة شارسة أنا سميتها لأنه أنت بتيكي عن أكثر من 8000 معلم متميز في دول العالم النخبة يعني وطبعا فيه الكثير من المتميزين وقصة سمولهما كثيرة هلأ إش وطلبوا منكم بقلتوا العشرة يعني طلبتنا رح تخضى على التصويت من قبل لجنة أكثر من سبعين شخصية عالمية في كافة التخصصات علماء أدباء فنانين صحافر ياضيين رؤساء دول وزراء تربية وتعليم يعني شخصيات عالمية رح تخضى على الطلبات للتصويت يعني فنأمل أن تكون القصة الفلسطينية الأولى السؤال اللي نرى على الشاشة هي من تكريم بالأمس كان من قبل الوزارة لثلاثة معلمين وتم الإعلان بالنهاية عن اسم حنان أيضا من بين أفضل عشر معلمين على مستوى العالم هل لديك أفكار وخطة في ذهنك في حال حققت هذا الهدف؟ أول شيء لازم أنه احتفال مبارح أشعرني بفرح شديد لأن شعرت أن أسرة التربوية حولي زميلة مديرتي بالمدرسة وزميلات المعلمات مديرية التربية وتعليم رم الله والبيرة قسم الإشراف كل فرد فيه ومديرية تربية رم الله والبيرة كان مع مبارح قسم إشراف رم الله والبيرة بممثل برئيس قسم الإشراف مس هني نزال اللي مواكبة إلي كل ثانية إذا بدأ قول دقيقة بكون مش منصفة لا بدأ قول كل ثانية فرق قسم الإشراف كاملا والمرحلة الأساسية بالذات وزارة التربية والتعليم ودكتور صبري صيدم بالذات كان متابع ولا مرة كنت أبعط له رسالة أنه صار في إشكال يا كده أو في يعني أسأل إلا يرد علي إلا كان يرد علي أحطوني بفرحة أشعرتني بحجم الإنجاز مؤسسة إبداع المعلم حقيقة فرحة مميزة كانت يعني مباركة مميزة لألهم خطة نعم في خطة لكن أنا في ترقب المطلوب منها يعني ماذا ستطلب المؤسسة منها ما بعد لأنه بدء أن اليوم بدأوا في أنه وخاصة لفترة قصيرة يعني الإعلان النهائي عن اسم المعلم الفائز والحاصل على المرتبة الأولى إمتى بيكون في ثلاثة عشر ثلاث في دبي رح يكون الإعلان في دبي وأنتب تكونوا كلكم حاضرين دعوا يوجهوا دعوة للخمسين معلم اللي وصلوا للأفضل خمسين معلم oùечьهوا دعوة للخمسين معلم اللي يحصلوا على الأفضل الخمسين معلم السنة والسنة الماضية لأنه الجائزة أصلاً عمرها سنتين يعني هي السنة الثانية إلها والسنة الماضية حصلت على المعلم الأول الأفضل في العالم من انسي إتول من أمريكا وهي مديرة مدرسة طبعا الجائزة يمكن تقدم لها مدرسة، مشرف تربوي، معلم، يترشيح من حد أو بغيرها، انت شايف حالك متميز عندك قصة تقدر تتقدم بطلب. جميل. يعني الوقت قصير. 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 نحن 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 نتركك لحالك، تركزي في الأيام المتوقية عندك قبل النهائية، وبنقول إنه هاي المرحلة إحنا فخورين فيها، منتمنى إنه كل الجهود تنصب ليكون في المركز الأول، ولكن حققنا شيء فعلا يستحق التقدير والجهد، وبعطينا شعور بالفخر، ويمكنني أطلب أنك تحكي القصة اللي صارت معك وإنت جاي لأنه هاي بتعبر قديش الناس مبسوطين يعني. قبل القصة، المسؤولية عالية جدا، عارفة لأنه أنت بتمثل وطن ليس كل الأوطان، وبقول داما أنا مؤمنة فيها، هي فلسطيني اللي جزء، هي الأسماء منها جميعا، الأسماء منها جميعا، مسؤولية عالية، وإن شاء الله أنه طبعا بفضل الله، وأنه أقدر أنه أكون الأولى، إن شاء الله، إن شاء الله فلسطين تكون الأولى، في مكالمة هاتفية، وأنا جاي بطريق لعندكم، شخص فلسطيني يعيش في الإمارات العربية المتحدة، واضح أن عمر بقولي أنا ختياري، أبو أسامة، يعني، هو يحكي ببكي ختيار يعني ببكي يعني، من شدة التأثر، ما قدرت أرد عليه، يعني أنا سامعه ببكي، وبحكيلي أنه أنت أعطي لنا فرحة، أو أشعرتينا بفرحة من زمان، إحنا مش شعرين فيها، بقولي أنا ختيار، لكن أنا بفتقد، هاي كنا زمان حاسين بهذا الحكي، هاي الفلسطينية، النفس الفلسطيني اللي بتحكي فيه، من زمان كنا نسمع هذا الحكي، ألف مبروك يا حنانو، أنت كمان يعني، يعني، ما تقلقي من موضوع، أنه فعلا الواحد يكون عنده شعور، أنه هو بده يوصل فلسطين، ولكن أنت كمان، هاي قصتك، يعني بكل ما هو متاح إليك، أكيد، إحنا متأكدين أنك رح تبدو لأقصر جهد عندك، ولكن إحنا فخورين فيك، من البداية وحتى النهاية، ولو شو ما كانت النتيجة، شكرا إليك على الوقت، أتمنى لك كل التوفيق، بس إذا بتعطينا كلمان، طبعا، الإنجاز، إنجاز صنع المعلم الفلسطيني، والمعلم الفلسطيني، بثبت لكل العالم، أنا بقول إنجاز قدمه لكل العالم، وهدية للعالم كله، بوصل فيه رسالة، المعلم الفلسطيني رغم ظروفي الصعبة، أنا أبدع وأبتكر، وأعطاء، وإبداع، وإبتكار، وقادر على المنافسة، منافسة ضمن أفضل عشر معلمين في العالم، وفلسطيني، وفي هذه الظروف، هذه إنجاز عالمي ووطني، أقول لكل من يسمعني، لكل مشاهدينكم، المعلم هو وحده من استطيع التغيير، هو الأقوى على الساحة، الهيبة والإحترام، والمكان والراتب، خاصة في هذه الظروف، المعلمين، هذا بالتأكيد، ولكن نحن نخليك في أجواء الفرح، هذا الموضوع، نحن مش ناسينا، ونحن مصررين عليه، ونحكي من الصبح عن مطالب المعلمين، وهذا الموضوع، نتابع عن كتب، ولكن نحن ندقيك في فرحتك أيضا، نتمنى لك كل التوفيق، شكرا لك حنان، كل التوفيق، أعطيك ألف عافية، نتمنى أن في اللقاء الآخر، نحكي عن فوز حققتين، إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، مشاهدي، ننتقل إلى فاصل مع الزميلة ريمة المصري، ونستكمل محطاتنا، ابقوا معنا، موسيقى